54% من أرض العراق معرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب ارتفاع نسبة الملوحة من هذه النسبة انطلق رئيس الجمهورية برهم صالح للتحذير من الخطر المقبل على بلاد الرافدين التي لم تعد كذلك بسبب انخفاض مستويات نهري دجلة والفرات نتيجة عدد من العوامل نحن نعاني هذه السنة شحيحة سنة مائية شحيحة بسبب تغيرات المناخية ونحباس الأمطار وضعف الخطاء التلجي وبالنتيجة كل دول المنطقة منها دول المنبع ودول المصب تأثرت بهذه التغيرات المناخية إضافة إلى أمور فنية أخرى اليوم إرادات العراق انخفضت بحدود 50% في نهري دجلة والفرات وبمعدلات أكبر حقيقة في إرادات دوكان ودرب اندخان وكذلك ديالة أيضا وسيروان هذا الموضوع بالتأكيد اليوم وزارة الموارد المائية الحكومة المركزية ووزارة الخارجية في تواصل مستمر مع دول المنبع من أجل الاتفاق على تقاسم الضرر في فترات الشحة سبعة ملايين عراقي تضرروا من الجفاف بسبب النزوح الاضطراري بحسب إحصائيات شبه رسمية وبحلول عام 2050 يقدر خبراء التخطيط ارتفاع نسبة سكان العراق من 38 مليون إلى 80 مليون نسمة وهذا سيضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ في العراق الذي يواجه ما يرى أنها سياسة مائية عدوانية تنتهجها ضده كل من إيران وتركيا اليوم الحروب ما عادت حروب تقليدية وإنما عادت باتت حروب هجينة وحروب مركبة تستخدم فيها كل المفردات والعناوين ومنها المياه وباتت حروب المياه من أهم الأدوات التي تضغط فيها بها بعض القوى الإقليمية وخاصة المجاور العراق مثل تركيا التي تتحكم بمصدري نهري دجلة والفرات وتحاول أن تحبس المياه لأهداف اقتصادية لإنشاء محطات طاقة وغيرها وتستثمرها وتبتز العراق من خلالها عبر الضغط عليه سياسيا بناء السدود على دجلة والفرات أدى لنقص متزايد في المياه الذي انعكس بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي وتوفر المياه الصالحة للشرب كل ذلك تسبب أيضا في زحف اللسان الملحي في التربة نحو شط العرب خصوصا بعد أن قطعت إيران تماما مياه نهر الكارون العذبة القادمة من أراضيها باتجاه العراق وقد تواجه البلاد بسبب ذلك عجزا يصل إلى عشرة مليارات وثمانمائة مليون متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام الفين وخمسة وثلاثين ضعف الحكومات المتعاقبة منذ عام الفين وثلاثة وغياب الخطط الكفيلة بخزن المياه والاستفادة منها في فترات الصيف يدفع ببلاد دجلة والفرات إلى الموت عطشا خلال سنوات مقبلة ليست ببعيدة طيلة الأعوام الماضية انتهج العراق مبدأ الحوار مع تركيا وإيران وسوريا حوار يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف وتحمل المسؤولية المشتركة لكن تركيا وإيران لن تنظر إلى هذا المبدأ على أنه مبدأ يأتم البناء عليه لعلاقات جوار حسنة بل اعتبرته كما يبدو ضعفا زاد من تصميمهما على الإيغال في إيذاء العراق الحقيقة أن تركيا بنت سدات ترك ومنظوم السدود تكون من 20 سد وأنزلت حصة العراق من 21 مليار متر مكعب إلى 9.5 متر مكعب وهو ما دون النصف وهذا مخالف القوانين الدولية التي تفرض التشارك في المياه وإنهار المشتركة كما نقلين كردستان شرع ببناء خمسة سدود على الدجلة وهذا سوف ينقص حصة محافظات الوسط والجنوب الحكومة العراقية لم تقم ببناء سدود أما لمشاكل فنية حيث النصف يحتاج إلى أرض صلبة أو مناطق جبلية ولكن كان بالإمكان بناء محطات تحلية مياه أو شق قنوات من الخليج العربي إلى بحر النجف كما كان مشروع مقدم وأن تنصب عليه محطات تحلية مياه ممكن أن تكفي العراق وتجنب حالة الجفاف إيران من جهتها لم تكتفي بقطع الأنهار المشتركة التي تدخل الحدود العراقية بدءا من إقليم كردستان إلى شط العرب بل قامت باستخدام الأودية الجافة للتخلص من مياه البازل الزراعية المالحة والملوثة بالمبيدات مستفيدة من التركيب الجيولوجي لتربة المنطقة باتجاه الأراضي العراقية وهذا ما تسبب في تلوث مياه وتربة الجزء الأكبر من منطقة الشريط الحدودي بين العراق وإيران وخاصة منطقة الأهوار العراقية حيدر الأسد سكينيوز عربية بغداد